بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمة وحمداً يكافئ مزيدة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله إنه من علامات القبول أن يجد الإنسان من نفسه نشاطاً في الطاعة والعبادة يجد من نفسه همة عالية يجد من نفسه إخلاصاً وتقوى يشعر بمراقبته مولاه سبحانه وتعالى يشعر بتغيرٍ للأفضل ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم وقد علمنا مولانا سبحانه وتعالى وَهُوَ يُخَاطِبُ نَبِيَّهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَاعَةٍ فَاشْتَغِلْ بِطَاعَةٍ أُخْرَى لا تملَّ العبادة لا تملَّ ذِكْرَ اللَّهِ لا تملَّ أن تكون بين يدي مولاك جل وعلا قانتا طائعا عابدا وإن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتسأله أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ألم يغفر لك الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إن شكر الطاعة طاعة إن شكر الله على العبادة عبادة سباتٌ امتسالٌ استقامة ولذلك قال مولانا جل وعلا لأهل الاستقامة وهو يخبرنا عنهم وعن أحوالهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وإن النبي عليه الصلاة والسلام حين تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عماله صلى الله عليه وسلم وعن أحب الأعمال إليه صلوات ربي وسلامه عليه قالت كان عمله ديمة وكان أحب الأعمال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته استمر عليه استقر على هذا العمل وازداد يقينا وازداد طاعة مولانا جل وعلا يقول ولباس التقوى ذلك خير اجعل التقوى زادك اجعل الإخلاص حالك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين عشنا في شهر رمضان بين صلاة وقيام بين صيام وقراءة قرآن وجود وإنفاق وذكر وقضاء حوائج الناس إلى غير ذلك فما أجمل أن نعيش بهذه الأخلاق والخلاق بعد شهر رمضان ما أجمل أن نعيش بهذا السلوك الطيب وهذا الثبات الجميل وهذا السمت الحسن أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين القانتين الثابتين بفضله جل في علاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله